موسيقى موسيقى أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان يتميز بالمسيح أن له سلطان فائق وقدرة فائقة أيضاً فالمسيح طبعاً كان شخص حقيقي له مصداقية وواحدة من الشهادات الكثيرة هي شهادة أعماله وطبعاً حياته أعماله كان يفعل المعجزات الخارقة معجزات قوية جداً أمام الجميع فكان له سلطان أن يهدئ الرياح والعواصف أن يخرج الشياطين أن يقيم الموتة يشفي المرضى وحتى كان له قوة على العناصر مثل تحويل الماء إلى نبيذ والمشي على الماء وهكذا ولكن في هذه الحلقة سنتكلم عن اللمسة المطهرة والمقصود معجزات المسيح في تطهير الأبرص أو البرص الكثيرون كما يقول العهد الجديد وهذه معجزات تظهر قدرة المسيح وسلطان يسوع المسيح على كل شيء فهو نبع القداسة هو نبع الطهارة الذي لا ينجسه برص أو موت أو أي مرض ولكن لمسة واحدة كفيلة أن تشفي وأن تطهر وأن تحرر الإنسان كاملاً فابقوا معي لأنه رح نتمتع ونشوف قدرة المسيح على تطهير البرص وشو الدرس اللي ممكن نتعلمه في هذا الموضوع سأعود بعد قليل موسيقى 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 أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثي اليوم عن اللمسة المطهرة أو المقدسة ورح أتكلم عن معجزة تطهير الأبرص وقبل ما أبتدي بالحديث أحب أقرأ بعض الآيات من إنجيل متى أو بشارة متى في الإنجيل المقدس الإصحاح التامن مبتدئاً من الآية الأولى ولما نزل من الجبل يعني المقصود بعد عظة الشهيرة وتعليم المتفوق على الجبل تبعته جموع كثيرة وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلاً يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلاً أريد فطهر وللوقت طهر برصه فقال له يسوع انظر أن لا تقول لأحد بل اذهب أر نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم يبارك لنا الرب كلامه على ما سمعنا في هذا الوقت أول منزل يسوع المسيح من الجبل جاء أبرص إلى يسوع وسجد وقال إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلاً أريد فطهر فإذا قبل ما أبتدي عن الحادثة الموضوع البرص اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس وبالحقيقة العهد القديم يعني كان رسله إصحاحين أو ثلاث إصحاحات وأكتر عن البرص وأنواع البرص سواء في الناس في الملابس في المنازل إلى آخرهم في سفر العدد هذا المرض مرض البرص يمكن اليوم قضوا عليه إلا يمكن في بعض الدول في مازال بعض البرص موجودين ولكن اليوم نشكر الرب من أجل الطب أنه اخترعوا أدوية اللي تقضي على هذا المرض ولكن ليس كما كان في أيام المسيح فهذا المرض خطير جداً بكل معنى الكلمة هذا المرض هو مرض عضال كريه جداً خبيث مرض ما يسمي الكتاب المقدس نجس هذا المرض على فكرة وراثة أيضاً ومرض معدي يعتبر ضربة بل لعنة وهذا المرض بحسب التقليد بيجيب الحظ السيء المرض هذا بيبتدي بالجلد في بياض معين وبعدين بيبتدي ينتشر فالجسم أو الجلد الأطراف بتبتدي تتقرح تتجرح وتتقيح وبتبتدي الأعضاء والأطراف بالزات في التساقط مثل عقد الأصابع الأطراف الأنف سقف الحل وطبعاً هذا المرض بسبب خطورته ولأنه مرض معدي جداً ينبغي إبعاد المريض عن المجتمع وطبعاً إذا بتنظر سفر اللويين صحاح 13 وصحاح 14 منشوف أنه كيف هذا السفر يعني بيوصف هذا المرض الكريه اسمحوا لي أقرأ بعض الآيات بس حتى نأخذ فكرة عن هذا المرض في سفر اللويين إصحاح 13 خليني أقرأ إصحاح 13 ولكنه موجود بشكل أكتر من بداية الإصحاح و14 أيضاً ولكن في آية 44 فهو إنسان أبرص من بعد ما حكم الكاهن وشافه وفحصه بيحكم أنه أبرص إنه نجس فيحكم الكاهن بنجسته إن ضربته في رأسه والأبرص الذي فيه الضربة تكون لاحظ المواصفات تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوف يعني شعره كمان أشعد يغطي شاربي ينادي نجس 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 كل الأيام اللي فيه الضربة مكتوب يكون نجساً إنه نجس يقيم وحده خارج المحلة يكون مقامه فتخيل أنت وضع هذا المريض فلازم تبعده عن المجتمع وهذا يعتبر الموت البطي التدريجي لما بيبتدي الجسد يتآكل حتى الانتهاء هذا المرض أحب أو المريض بيكون محروم دينياً بيكون محروم من العبادة كلياً محروم من المجتمع اجتماعياً أو الاقتراب من الناس ممنوع محروم عائلياً تخيل أن الشخص الذي يصاب بهذه الضربة ضربة البرس لا يستطيع أن يقترب إلى زوجته ولا يعني ولا يقدر أن حتى يحتضن أولاده أو يقبلهم هذا المرض كما يقول كتاب يشير إلى النجاسة والخطية كما وصفه إشعياء النبي أنه كل الرأس مريض كل الجسد ضربة يعني يقرأ إشعياء الإصحاح الأول ضرب من هامت الرأس إلى أخمص القدمين هذا هو حالة البرس الروحي اللي بيتكلم عنه إشعياء النبي أو كما قال النبي إرمياء عندما جاء البابليون ودمروا أورشاليم ويقول في الإصحاح الرابع آية 15 حيدوا نجس ينادون إليهم حيدوا لا تمسوا طبعا هم يتكلم عن القادة الدينيين اللي اللي تسببوا بسببهم الرؤساء والأنبياء والكهنة طبعا الكذبة كلين اللي تسببوا في ضمار أورشاليم وطبعا الكتاب المقدس بيذكر بعض البورس في العهد القديم وخليني أستعرضهم بشكل سريع أنا كتبت في العهد القديم على الأقل سبع أشخاص أول واحد صدق أو لا تصدق موسى رجل الله في سفر الخروج إصحاح الرابع والآية ستة وسبعة عندما أدخل يده في عبه في عبه ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل التلج طبعا هاي كانت آية أو علامة حتى يصدقوه أنه مرسل من عند الرب وهاي العلامة كانت أولا للقيادة الدينيين في شعبه رؤساء طبعا وهاي الآية كانت أمام فرعون من بعد ما العصا عصا موسى التي تحولت إلى أفعى أكلت بقية الأفاعي والعلامة التانية علامة في الجسد لأن المصريين القدماء كانوا يحبوا الطهارة ومشان هيك حتى لما بتشوف الأفلام دائما حلقين وبيهتموا كتير في النظافة والغسلات ولسيما في نهر النيل النهر المقدس بالنسبة للمصريين القدماء فكان أول شخص هو موسى ثم أخت موسى مريم النبي أخت موسى وهرون عندما بالحقيقة تمادت على دعوة موسى ومسحته من الرب فضربت بالبرس ضربة من الله وبقيت خارج المحلة يعني خارج الكامب لمدة سبع أيام في سفر العدد إصحاح 12 وطبعا هون بحذرنا من الكلام على أنبياء الله وعلى القديسين وطبعا هذا أيضا خدام الله شخصية الثالثة في الكتاب المقدس اللي هو نعمان السرياني نعمان كان رئيس الجيش جيش أرام بس كان عنده مشكلة كان مصاب بالبرس وبعدين ذهب إلى نبي الله في إسرائيل النبي أليشع النبي أليشع طلب منه أنه يغتسل في الأردن يغتس سبع مرات في الأردن ولما أطاع طبعا النبي رجع مكتوبة رجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر هاي القصة موجودة في ملوك التانس ها خمسة وطبعا أشار إلها المسيح في لوقا أربعة في مجمع الناصرة ثم الشخصية اللي المفروض يتعلم من النبي أليشع اللي هو جيحزي خادم النبي أليشع جيحزي ضرب بالبرص هو وعائلته بسبب طمعه للمال عندما رجع لنعمان وطلب الفلوس ولم يحترم المسحة ولم يكرم رجل الله أليشع فكان نبوة أليشع ضرب بالبرص هو وجميع عائلته الخمسة رقم خمسة الكتاب المقدس بيتكلم في ملوك التانية صحاح ستة عن أربع برص وصحاح سبعة عن أربع برص رجال البرص الأربع وهدول البرص على فكرهم بحسب التقليد اليهودي من عائلة جيحزة يعني الأحفاد بيكونوا بتوع جيحزة لأنه كان عندهم السلطة أنه يتكلموا عند باب المدينة يتكلموا للملك فهلاء الأربعة كانوا سبب خلاص لمدينة السامرة بسبب الحصار الشديد اللي حصل على يدي ملك أرام وهذا الحصار الشديد تسبب بمجاعة فضيعة بتضخم مال مالي كبير حتى الأشياء النجسة صارت تباع بأسعار غالية جدا ولكن بسبب نبوة أليشع النبي أليشع تم طبعا كلام الرب وهرب أرام وطبعا البرس كانوا سبب يعني خلاص للسامرة طبعا أخذوا كل الممتلكات بسبب هروب جيش أرام وطالما ذكرت هذا الموضوع خلينا أقول يعني الجدير بالذكر في الكتاب المقدس أنبياء الله أحباء تنبأ فالنبي هو الذي يتنبأ ويتكلم وتتم نبوته فإذا أي شخص بيدعي النبوة ليش الكتاب بيسمي في كتير أنبياء كذبة وحتى لو أجر معجزة ولكن مش بحسب كلمة الله أو التسلسل الكتابي في الكتاب المقدس فيعتبر نبي كذب الأنبياء التي تنبأ أحبائي تمت نبواتهم مثلا إليا في ملوك الأول صحاح 17 قالت المرأة الإليا هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق طبعا لأنه أقام ابنها وفعلا تمت النبوة كذلك النبي أليشع الشنمية المرأة الشنمية قالت قد علمت أنه رجل الله مقدس وطبعا أقام أيضا ابن المرأة الشنمية فإذا دايما النبوة مثل رجال الله مثل موسى مثل إليا مثل أليشع دايما دعوتهم مصحوبة بمصداقية أمام الجميع هو الشفاء وفعلا المعجزات وإذا لم تتم النبوة على طول هذا الشخص كاذب فمثلا في نبي آخر واحد اسمه ميخا بن يملى تمبأ هذا النبي بموت عائلة أخاب بالتفصيل وبالتطقيق أيضا وطبعا أخاب انتقموا وقال حطوه في السجن في الزنزان حتى أرجع شو كان كلام النبي لأخاب فقال ميخا إن رجعت رجوعا بسلام فلم يتكلم الرب وقال اسمعوا أيها الشعوب أجمعون كل الناس اللي شايف مثل يهوشفات والجيوش يهوذة مع إسرائيل اللي كانوا على وشك يحاربوا فتمت نبوة ميخا بن يملى هلاء الأنبياء عاشوا حياة مقدسة طاهرة لم يتزوجوا أو يتزاوج يعني نساء كثيرات لم يجمعوا الثروة ولا النساء مثل الأنبياء الكذبة الأنبياء الكذبة فعلوا هذا لم يستطيعوا أن يتنبأوا وتنبأوا بنبوات كاذبة جمعوا المال والطمع والخيل والنساء لكن أنبياء الله كان حضور الله فيهم مهابت الله موجودة كانت علامة واضحة في هؤلاء الأنبياء هؤلاء الأنبياء استخدموا سيف الكلمة مش سيف الحرب والسبايا والقتل والجواري ما عاشوا أنبياء لتتميم رغباتهم بل بالعكس كانوا يعيشون حياة الاكتفاء والتقشف فكانوا مثال صالح فعلا للنبوات أيضا أحباء في الكتاب المقدس نشوف داود لعن بيت يقاب بيت يقاب رئيس جيشه اللي هو أيضا يقاب يعني من عيلة داود النبي داود الملك ليه وضع اللعن بسبب قتله أبنير أبنير كان رئيس جيش شاول ولكن انضم لجيش داود وأعطاه داود المعاهدة والسلام والصلح ولكن غدروا يقاب رئيس جيش داود في وقت الصلح وهي طبعا إذا في عهد أو في صلح بحسب العهد القديم وشخص بينقض هذا الصلح أو هذه المعاهدة كان يعتبر لعني وضرب مشان هيك بسبب قتله لأبنير داود لعند يقاب وعيلة يقاب بالبرص تنبأ عليهم بالبرص والشخصية الأخيرة في العهد القديم هو الملك عزية ملك يهودة وهذا الملك بكل بساطة عندما خان يعني خان الرب دخل إلى بيت الرب يعني إلى الهيكل في مكان مش مفروض يدخله ودخل حتى يوقد على مذبح البخور يعني معاه مبخرة وبدأ يبقر ويقدم البخور على مذبح البخور وطبعا الكهنة كلهم اعترضوا ونتيجة الأمر الرب ضربوا بالبرص لأن هذا فقط هو من اختصاص الكهنة مش الملك وطبعا اعترضوا من الهيكل وكان بعزلة إلى يوم ما ماته فهؤلاء البرص كانوا في العهد القديم ابقوا معيسى سأعود لاستكم الحديث عن هذا الابرص من كلمة الرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المطهرة المقصود لمسة يسوع المسيح جاء الابرص بالحقيقة هذا الشخص كان والحق يقال شخص محترم محترم جدا بكل معنى الكلمة ولكن خلينا اقول شيء مهم احنا قرأنا بالعهد القديم يعني شو الابرص فهذا الشخص تخيل يعني اذا المسيح نزل من الجبل وكان مش اقل من عشرين لتلاتين الف شخص اللي عم بيتبعوه بيمشوا وراه كيف منعرف من معجزة اشباع الالاف هذا الابرص يعني جاء مجازف بحياته لانه المفروض ان يكون من مسافة بعيدة وانه الامر لازم يكون واضح ملابسه مشقوقة ممزقة شعره مكشوف اشعر يغطي لحيته لحيته او يعني اللحي مع الشوارب مغطي لانه هذا المرض بيدخل صقف الحلق والانف والفم يعني بيوكل كل الجسد يتشوه وبعدين لما بيقترب من الناس لازم يصرخ يعني بحسب الشريعة نجس 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 حتى اليهود وضعوا قوانين كم متر ممكن يقترب واذا فيه رياح شديدة اكم متر لازم يكون بعيد كل هذه القوانين وضعوا معسكرات معينة حتى يودوا الاكل بدون يكونوا من بعد ففعلا هو يعني هو ميت مع انه حي ولكن هذا هذا المريض جاء الى يسوع المسيح وسجد وجث بحسب انجيله قو ومرقص فبالحقيقة اجا حامل ايمان جبار ايمان حقيقي وفي نفس وفي نفس الوقت اتضاع لا مثيلة له اتضاع عظيم جثة معلن خضوعه جاء يعني بكلمات اخرى بحالة مستقتلة جازف بكل معنى الكلمة حتى يحرر يشفى يطهر من هذا المرض البغيد الكريه وكأنه عندما جاء وجاء الي يسوع كأنه يقول يا يسوع النموس بيفضحني بس النموس كمان بيكشف ضعفي وبيكشف عجزي ومش بس انه بيكشف انه بيفضحني والاصعب انه بيحكم علي وها انا مريض محكوم علي كأنه سجن مؤبد في زنزاني لوحدي بس انت اما انت يا سيد ان اردت تقدر انا عارف تقدر ان تطهرني تحررني من هذا العذاب الاليم العذاب المرير ليلا ونهارا هذا المريض او هذا الابرس كما وصفه الطبيب بقلوق في بشارة لوق بكلمتين مملو برسا يعني وضعه اصعب مش من الامراض الخفيفة لا لا مملو برس يعني خلص كل جسمه فهي مجازفة بكل معنى الكلمة للناس يحق ان يرجموه يطردوه يضربوه بالحجارة خوفا من العدوى انه يعديهم من هذا المرض الخطير ان اردت لكن لاحظ يسوع شو مكتوب عنه تحنن المسيح ولمسه لمسه بالاول في الحال طهر من برسه ولمس داخله لقد هذا المريض اكرم المسيح بايمانه لقد جاء للمسيح رغم كل الموانع الشرعية بعدم الاقتراب او اللمس لانه كان مملو برسا بحسب لوقا صحاح 5 هذا الابرس اعلن ايمانه بالمسيح انشئ امن بقدرة المسيح امن بحنان المسيح وشفقته جعل شفاءه رهن ارادته ارادة المسيح لم يعرض نفسه يعني ما اقتحمش المسيح بل اعلن رغبته عرض رغبته للشفاء ان اردت بكل الاحترام والخشوع والسجود لرب المجد الرب يسوع ان اردت تقدر انا بعرف بس بالحقيقة اذا انت عندك الرغبة حباء يسوع عنده الرغبة وعنده الارادة وعنده القدرة والقوة والسلطان على الشفاء جاء للشخص للرب يسوع المسيح فجعل شفاءه رهن ارادة يسوع المسيح ترك الامر ليسوع المسيح بكلمات اخرى احترم حرية وارادة المسيح وهكذا المسيح عادة بيحترم ارادتنا وبيحترم حريتنا الا اذا وصلنا لحالة مثل المفلوج في بركة بيت حزدة يعني مكتوب عنه هذا رآه يسوع وعلم ان له زمانا كثيرا فسأله اتريد اتريد ان تبرأ اجاب المريد وقال يا سيد ليس لي انسان يلقين في البركة متى تحرك الماء بل بينما نآت ينزل قدام اخر وهنا المسيح عالج ارادة هذا المريد قال له قم احمل سريرك وامشي وفعلا قام في الحال وشفي ومشى امام الجميع بركة بتحزده اللي هي موجودة في القدس في اور شليم مرة تانية احبائي يسوع كان في اريحة اعمى بارتمو السمع عن يسوع صرخ يا ابن داود ارحمني ارحمني وقف يسوع وسأله ماذا تريد ان افعل بك يعني اجاب الو اجاب المريض وقال يا سيد ان ابصر فرد له البصر والبصيرة في آن واحد تبع يسوع الى اور شليم وهنا احبائي هذا المريض جاء الى يسوع وقال له يا سيد ان اردت تقدر ان تطاهرني اجاب يسوع وقال له اريد فاتهر مش مجرد كلام لمسه طهرة تكلم الكلمة وبسلطان المسيح شفية وخالصة بالكامل هذه ارادة الله الله يريد ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لاحظ احبائي احترم حرية وارادة المسيح كما ان المسيح بيحترم رغبة وارادة ايضا الانسان شهد لسلطان المسيح ولكن الشيء المهم انه جاء ساجدا سجدا له والرب يسوع قال للرب الهك تسجد وإياه وحده تعبد ولكن المسيح هو الله الظاهر في الجسد ولاحظ قبل السجود وقبل العبادة الم يقل يسوع انتم تؤمنون بالله فآمنوا به وهل توجد اي اوضح ان يسوع يقول امن فيه مسيح شجع على السجود وقابل السجود كما فعل مع المريض المولود اعمى في يحنى تسعة فوجده يسوع وسأله اتؤمن بابن الله اجاب وقال من هو يسيد حتى اؤمن به اجاب يسوع وقال له الذي يتكلم معك هو هو يعني يهو اهيا الذي اهيا امن سجد وامن بالمسيح انه ابن الله الله الظاهر في الجسد وهكذا المجوس عندما جاءوا الى يسوع وسجدوا وقدموا له هدايا فاذا المسيح لم يعترد على السجود ثم مصداقية المسيح احبائي تظهر هوية يسوع الله فقط ما فيش حد تاني ممكن يبرئ من مرض البرس وهنا اظهر لهوته المبارك وارادته المباركة عندما قال اريد ومن يستطيع ان يقول اريد عالة النبي يقول باذن الله نصلي نطلب واجه الرب ولكن المسيح معجزاته كانت تلقائية علنية بالفور اريد وبالحال طهر هذا هذا المريض شيء اخر المسيح هو ينبوع بل مصدر القداسة والطهارة فالمسيح لم يتنجس بلمسة الابرس بل طهر الابرس بلمسة يسوع هذا هو يسوع المسيح يسوع المسيح ما بتنجسش لا بميت ولا بنزيف دم ولا باي شيء المسيح في قرية نئين لمس النعش يعني الميت فقام الميت لمسته نازفة الدم فجف ينبوع دمها لقد لمسه هذا الابرس فطهر لان المسيح حنان مكتوب ايضا وجميع الذين لمسوه يبتكلم عن كل انواع المرضى والمرضى اللي منهم كتير نجسين في حالة نجاسي اللي لازم يقوموا في الشرائع والطقوس ولكن لمسوا وجميع الذين لمسوه اي لمسوا يسوع المسيح شفوا الرب شفاهم ايضا ونالوا الشفاء انها اللمسة المقدسة والمقدسة انها اللمسة الطاهرة والمطاهرة احبائي انها لمسة يسوع المسيح الشافية المسيح كان ممكن ينطق كلمة ما هو فيه معجزة تانية عشر برس فعل مع العشر برس اللي وقفوا من بعيد وصرخوا قالوا ليسوع ارحمنا قال يسوع من مسافي اذهبوا واروا انفسكم للكهنة وفيما هم منطلقون وان رحين يعني لقرشليم طاهروا في لوقع اصحاح السبعة عشر فاذا حبائي لم تتم المعجزات لمجرد استعراض قوة لهوته فقط لكن اعلان محبته محبة الله احبائي معجزات المسيح بدون ادنى شك ما تركش الشخص حتى يتردد صنع ولا ما صنعش كانت علانية امام الجموعة كانت مرئية الناس عم بتشوف في العين المجردي معجزات المسيح كانت للخير كانت للبركة كانت معجزات رحمة محبة رآها الاعداء والاحباء الاعداء حتى تشاوروا كيف يتخلصوا من يسوع لانه الناس عم تمشي عم بتآمن عم تتبع يسوع المسيح معجزات قوية جدا امام العيون هو الذي قال احباء يسوع نفسه لاحظ العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون اريد ان اضيف طبعا كتابي مش بضيف على كلمة الله والشياطين يخرجون حتى المسيح اعطى السلطان للتلاميذ في متى عشرة قال اكرزوا طبعا بملكوت الله اقترب اشفوا مرضى طهروا برصا اقيموا موتى اخرجوا شياطين فاذا حتى اعطى هذا السلطان للتلاميذ فالمسيح هو واضع النموس هو رب النموس لا يتنجس بلمسة الابرس بل يهرب البرس والوباء قدامه مع هذا احبائي لم يرتد المسيح الى فرائد العهد القديم جاء ليكمل يعطي بعد روحي تفسير روحي اهم حتى نفهم الغرض من الشريعة في العهد القديم لذلك امر المسيح الابرس اللي شفيا قال له اذهب واري نفسك للكاهن طبعا لازم يروح لقورشاليم لكي يحكم الكاهن بشفاءه طبعا المقصود لكي يقدم ذبيحة فيصير طاهرا حتى يحق له العودة الى منزله ويحق له للاشتراك في العبادة مع بقية العابدين في هيكل ارشاليم مع ان هذا طبعا ابتدأ يعني بمرقص مكتوب ان هذا المريض ابتدأ يخبر كل الناس واكيد هو رايح لارشاليم كان بيخبر كل الناس عما فعله يسوع في مرقص الاصحاح الاول لكن لازم يروح لارشاليم لازم يتحمل تكليف وعناء السفر ومدة الاعلان لشفاء حبائي اعلان تطهير الابرس فيه تقوس وفرائد وايام وغسلات وامور اللي تحتاج الى توقيت يعني طويل حتى بالنهاية انه الكاهن يعلن ويحكم براءته او بطهارته ايضا فاذا ليش هذا مهم جدا لانه بعد شفاء هذا الابرس يستحيل انه يمشي بين الناس او حتى يتعامل معهم لانه عارفين انه اصلا ابرس الا بعد ان يمنح الكاهن شهادة موثقة انه صار طهر ولكن من ناحية تانية يستحيل على الكاهن انه يعطيه الشهادة اذا لم يأتي الابرس ويقدم الذبيحة اللي هي ذبيح التطهير الابرس فالامر مشترك فلا يستطيع ان يتحرك اجتماعيا او دينيا الا ان يرى الكاهن ويحكم بطهارته ولا يستطيع ان يحكم الكاهن ببراءته الا اذا جاء ليقدم الذبيحة المطلوبة بحسب لويين 13 و14 لتطهيره من هذا المرض النجس فاذا هيك كان يعني التطهير بحسب العهد القديم وهكذا الرب يسوع يعني عندما طهر البرس العشرة تسعة كملوا لانه تسعة كانوا يهود لازم يروحوا لأورشاليم حتى يحكم الكاهن بطهارتهم لكن في واحد بسمي يسوع غريب الجنس اللي هو سامري هو اصلا ما بيقدرش يروح لأورشاليم لانه اليهود لا يعاملون السامريين ولكن ممكن يروح على جبل جرزيم لانه شريعة السامريين بيامنوا في الطورة الطورة يعني خمس اصفار موسى فحتى يحكم ايضا الكاهن السامر ولكن هذا الشخص اللي رجع ليسوع المسيح شكر وكان بالفعل ممنون للرب شعر بعرفان وجميل واو فسأل يسوع اين التسعة وكان وكان المسيح عم بيسأل اليوم اين التسعة اين الاغلبية في هذه الايام وللأسف مسيحيين اللي مش شايفين جهدين بعيدين يؤمنوا ايمان سطح شكلي بيسوع المسيح لكن لم يختبر الحياة لم يختبر الولاد الروحية الثانية اين التسعة اين هم الناس الذين يسمعون ني هل بتفكر لانك انت ولدت مسيحي رح تطلع على السماء انك انت مسيحي لا في اخبار عاوز اقولك اياها اذا ما اغتسلتش بدم المسيح واتطهرت بدم الرب يسوع المسيح فانت هالك لا محالة اين التسعة اين الناس التي تسمع في هذه الايام طوبة للذين يسمعون طوبة لهم طوبة للناس اللي فعلا بتسمع وبتخضع وبترجع للرب يسوع المسيح اين التسعة انشغلوا بانفسهم وبشفاءهم وكتير ناس عوزين مسيحية فيها شفاء وبركات من غير دفع اي ثمن ليه المسيح علي حال هذا السامري رجع وشكر الرب يسوع المسيح اين الناس التي لا تشكر ولا تمجد الله مع انه كان سامري ولكن اظهر فعلا ايمان عميق بالرب يسوع المسيح عليس عجبا اذا كان الكل يهود واللي والاغرب يعني بتعجب اللي جمع العشر برس هو المرض البرس واللي فرق العشرة هو الشفاء مش اليوم عم نشوف نفس الظاهرة اليوم اقولها بأسى وأسف وحزن يعني العالم اللي بيجمعهن ظروفهن لانه كل العالم بغض النظر مثل المسيح يهودي بوذي اللي بيجمعنا عندنا نفس الاحتياجات الجسدية والنفسية والروحية وليس عجبا انه بعد ما نختبر او نقول احنا مسيحيين نتفرق ننقسم نتحذب نلوم نشتكي ونهاجم الاخرين كتير مرات باسم الدين باسم الكتاب او باسم المسيح اللي جمع العشرة لانه لازم يكون ابعاد عن الناس المرض اللي فرق العشرة واحد كان عنده ادب وفهم شو اللي صار معاه ترك التسعة ورجع ليسوع المسيح وانا بدعوك اليوم انك ما تتبع الاغلبية التي ترفض المسيح وبتحاول تعطي كل المبررات سواء العلمية او المنطقية او النفسية او الاجتماعية الرجوع الى يسوع المسيح اللي بيجمعنا هو يسوع المسيح مش بفرقنا فالمسيح هو رأس الجسد ونحن جسده ونحن جميعا سقينا بالروح الواحد ثم المسيح احب امات من اجل المسيح يعني سفك دمه من اجل كل الناس لكي لا يهلك كل من يؤمن به ولكن كل من يأتي الى يسوع المسيح يتبرر يتغير يتحرر ويصبح خليقة جديدة في يسوع المسيح احباء شريعة التطهير كما ذكرت تطلب تقوس وانا مش عاوز يعني اروح في تقوس العهد القديم الطويلة لكن بعد نهاية الامر بكل بساطة حتى يرجع يتقدس ويدخل الجماعة المقدسة يعني بساطة كان لازم يروح للكاهن بجيب عصفورين عصفوران حيان ولاحظ لازم يجيب عصفورين لانه هاي بغض النظر فقير او غني لازم تجيب عصفورين ومع العصفورين لازم تجيب خشب الارز خشب الارز معروف عنه بالقوة والثبات وانه هذا الخشب لا يتسوس ثم ماء حي شو يعني ماء حي يعني لازم تجيب المي من ماء جارية مش ماء راكدة مي جارية حتى تكون مقبولة بحسب ذبيحة وطبعا قرمز وزوفة ليه؟ لانه البرس رمز للخطية والذي ذبح هو رمز للطهارة فشو بيعمل الكاهن بيذبح عصفور في إناء خزفة وبيجيب العصفور الحي بيغمسوا في الدم يعني في العصفور المذبوح وبعدين يطلق العصفور الحي إلى الصحراء أكيد يمكن البعض اللي بشاهد عنده اطلاع على العهد القديم كما التيسان في يوم الكفارة في العهد القديم يطلق تيس أيضا إلى الصحراء وبعد أن يقوم طبعا فيها فرائد كتير فيها غسلات فيها بيمسك الدم بحطها على شحمة الأذن اليمنى الإبهام الأيمن الإبهام الرجل الأيمن وبعدين بعد كل الفرائد لازم سبع إيام يعتزل ثم يغتسل ثم بجيب الذبيحة والذبيحة طبعا فيه دبائح بيتكلم عنها ولكن برضو بهذا المكان أعطى فرصة للفقير ما بقدر يجيب يعني خراف أو ما شابه فأعطى الفرصة أنه ممكن يجيب يمامتين أو حمامتين حتى يقوم بهذا التطهير وبعد ما يعطيه الوثيقة أنه حكم بطهارته بيرجع فرحان بيستقبل بيته وأهله بيقبل أولاده وبرجع للعباد وترجع حياته نورمل كما كانت أحبائي يقول الكتاب أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم إحنا منطهر بدم المسيح ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل إثم الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه أو كما يقول الكتاب اغسلني فأبيض أكثر من التلج يمكن لازم نيجي نعلن للمسيح أنه أنا أبرس فعلا فيه نجاسة فيه خطيئة عدم طارة ولكن المسيح بحبك وهو صنع هذا الخلاص والفداء حتى تتطهر بدم المسيح ثم يستمر هذا التطهير والغسل عن طريق الكلمة اللي بتنقينا بتقربنا بتشبهنا أكثر ليسوع المسيح ولكن لازم نيجي مثل الأبرس بالتضاع بسجود لرب المجد نيجي بحالة يعني دسبرت مستقتلة مش لازم يعني مش رح أرجع إلا ما أنا للشفاء وأطلب من يسوع تطهير الخطيئة وشفاء مرضي أيضا ألم يعد الكتاب المقدس ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها أشعة المسيح ونور المسيح ومحبة المسيح بتلمس الأرض بنوره وتتطهر الناس وتأتي إلى يسوع المسيح المسيح هو الوحيد اللي بيستطيع أن يفعل هذا لا يوجد نبي ولا عظيم ولا أي شخص يستطيع أن يقوم بهذا اللي يصاب في ضربة البرس فقط نعمة يسوع هي اللي بتشفيه وهذا الشفاء الجسدي والنفس الروحي يسوع هو الذي يستطيع أن يقوم به معنا مكالمة خلينا أخذ هذه المكالمة المكالمة أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مين معي هلو مرحبا أهلا وسهلا أهلين سامعيني أهلا وسهلا يعني مرحبا بك أهلا وسهلا أهلا مرحبا معكم آسيا من كندا أهلا وسهلا بك تفضلي مرحبا أنا بس عايز أحكي إزاي يعني حياتي تغيرت بعد الإيمان بالمسيح تفضلي حياتي كانت حياة جامدة حياة ما في أروح فحسيت أن حياتي تغيرت لله أحسن وحياة بقت في أروح لما تؤمن إيمان حقيقي بتحس بالسلام بالسلام الداخلي وبتحس أنه حياتك في أطمانينة بتحس أنه في حدا معاك يعني لما تهدد جيلك يعني تقول تمجل يا يسوع وأنا محتاجة لك دايماً بتلقاه وهو قدامك يعني فالحياة في المسيح هي حياة في أطمانينة فيها حياة فيها روح يعني فيها إجباع روحي يعني أنت ما تحس أنك كان محتاج لحاجة بتحس أنك إنسان تولدت من جديد كأنك أنت تولدت النهاردة يعني من النهارة اللي اللي أنت آمنت فيه تحس أنه حياتك إنك بديت حياة جديدة حياة فيها روح حياة فيها طمانينة حياة فيها سلام يعني إجباع روحي يعني وجسدي بتحس أنك ادعافيت يعني بس الإيمان الحقيقي بس تحس أنك أنت مؤمن إيمان حقيقي كل مخاوفك بتروح بتحس انك انت مش خايف بتحس انك انت داخل حياة جديدة من قبل حياة مختلفة خالص من الحياة اللي انت كنت عايشها الحياة اللي فارغة اللي ما عندها معنا بالذات لما حدا يكون جاي من الالحاد فبكون حياته كانت فارغة بس هنا حياة مليانة حياة تحس انه في حدا معاك مش لوحدك يعني في حدا معاك يعني يساعدك وياخد بيدك على الحاجات وتتخطي الصعاب لمن تندهل وجيلك يعني امين امين شكرا لكيير اهلا وسهلا ربنا يباركك وفعلا يقول الكتابة الارهاب لا يأتي الا ليصرق ويذبح ويهلك اما انا اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل المسيح مشي بين الناس اقترب الى العميان وفتح عيونهم ولمسوه البرصة فطهروا من برصهم اقترب من الناس شفى امراضهم سدد احتياجاتهم المسيح عاش حياة طاهرة لم يجمع المال او النساء او اي شيء اخر جاء ليتمم مشيئة الاب جاء في رسالة سموية وفعلا اكملها واكملها على اكمل وجه لانه قال قد اكمل على الصليب عندما قام بفداء الجنس البشري عندها نزل دم وماء وفاض ينبوع لشفاء البشرية كلها كل من يأتي اليه قال يسوع لا اخرجه خارجا ان هذا الينبوع لم يجف احبائي المسيح صنع الفداء وقد اكمله ووضع رصيد في حسابك حتى تأتي اليه وتشغل وتفعل كل ما عليك تقول له يا رب ارحمني انا الخاطئ تخيل هذا الابرس يعتبر نجس والبرس يعتبر رمز للخطية وما كان فيه يعني اي وسيلة تانية تخيل يبعد عن الناس ولازم يصيح ويصرخ ولازم يكون محروم من كل ملزات الحياة يعني الموت اسهل يعني اللي بيموت بيموت مرة واحدة ولكن هذا كل يوم بصحة مية وبنام مية هاي إذا عرف ينام وتخيل الناس اللي بتهينه واللي بتحتقره واللي بتنظر إليه إنه هاي ضرب هاي لعني عليه من الله ولكن المسيح جاء أحبائي أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا في جسده الذي بجلدته شفيتم المسيح أحبائي جاء وحمل اللعنة إتصار لعنة لأجلنا لكي نتبارك بالرب يسوع المسيح تخيل يعني لعنة النموس لأنه مكتوب ملعون كل ما لا يعمل أعمال النموس وبعدين بقول وإن عملت كل عمل النموس وعثرت في واحدة فأنت مجرم في الكل فالشريعة النموس تحكم على الإنسان أنه خاطئ وتظهر خطية ولكن لا تخلصه لكن المسيح جاء وتمم النموس في شخصه المبارك الكامل ونحن في المسيح يسوع مكتوب أحبائي وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فإحنا أخذنا بر المسيح فالله ينظر إلينا من خلال بر المسيح وهي هي النعم الإلهية التي لا نستحقها هاي رحمة الله الممدودة إلى كل إليه وهي محبة الله الغير محدودة فقط اقبلها في شخص يسوع المسيح لربما تقول أنا وصل حالة مثل هذا الأبرص عاجز مريض فاشل حتى إرادتي عاجزة خطياء يعني أثقل من الرصاص تتراكم فوق رأسي وصار استحالي إنه أشوف النور كل ما حوالي ظلمة ووحل عم بتخبط مش عم بقدر يقول الكتاب التفت حتى وإنت في هاي الحالة التفت إلى النور واخلص يا جميع أقاص الأرض الذين نظروا إليه استناروا انظر إلى يسوع حتى لو ما قدرش تعبر بالكلام تقول له سامحني ارحمني من قلب مليان إنك عاوز ترجع للرب انظر قل له يا رب انت شايف انت عارف انت أكتر واحد تعرف وضعي وحالتي قالوا تعالي يا رب ريحني من هالعذاب خلصني من الخطي الخطي اللي شلتني اللي قيدتني اللي وضعتني في الظلمة حبائي فيش حد أحسن من حد هي نعمة الله احنا كل يوم بنخطئ ولكن نشكر الله مكتوب إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا الرب بحبنا الرب مش عاوز يبعتنا عجهنم ولكن الإنسان اللي بيرفض المسيح هو بيقود نفسه نيرو عجهنم تعال يقول الكتاب هلما نتحاجج إن كانت خطياكم كالقرمز طبيض كالثلج يعني يقول الكتاب كلنا كغنى من ضلالنا مننا كل واحد إلى طريق والكل بيؤمن إنه المسيح هو الوحيد الكامل وهو الديان واللي رح يرجع إيدين تعال بمين بدك تقارن يسوع المسيح أصلا عيب تقارن يسوع الطاهر الكامل القادر على كل شيء قادر أن يطاهرك تحتاج لفته كل من يدعو باسم الرب يخلص هل انت جريء اليوم مثل الأبرص إذا انت جريء بغض النظر كنت مسلم أو مسيحي هل فيك تصلي تقول له يا رب افتح عيني إذا انت جريء صليها افتح عيني لابد أن تحصل المعجزة تعرفوا يعني الناس مش عاوزة تقرأ في الكتاب المقدس لأنه خايفة لأنه بحال ما بيقرأوا بالكتاب المقدس الرب رح يغيرهم قوعك تسمع لناس أو قيادات ما هي هاي القيادات اللي ودت إسرائيل بمي الداهية ودتهم للسبة سواء الكهنة أو الأنبياء أو الرؤساء كلهم كانوا سبب فشل كل الشعب واليوم اليوم لازم نتساءل هل فعلا الله عاوز يبعثني عجهنم لا فتعال المسيح وعد بالحياة الأبدية تعال إلى يسوع المسيح وقل له سامحني على كل خطية وأنا بدعوك حتى تكون ربي ومخلصة في هذا اليوم إذا كنت بحاجة لمساعدة روحية وننصلي معاك تواصل معنا بكل سرور رح نكون معاك ونقودك خطوة بخطوة وكمان تتبع الدراسات حتى تنمو أيضا في المسيح يسوع بصلي اليوم أنه ربي طهرك من كل خطية يشفيك من كل مرض بصلي اليوم باسم الرب يسوع أن يحول اللعن إلى بركة وبصلي أنه حياتك تكون كلها نور ومعجزة من الشفاء واتباع يسوع المسيح له كل المجد والرب يكون معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر